لو عندك زيت مستعمل او زيت محروق اوه يترميه هنعمل منه النهاردة صابون جميل جدا زي ما انتوا شايفين وكمان عملت المقادير بالكوباية وما ضفتش دي ايه النهاردة للصابون ده بناء على طلب ناس كتير يعني بيسألون لازم نحط دي ايه في الصابون فانا النهاردة حبيت اوريكم ان الصابون ينفع يتعمل من غرف دي ايه خالص وكمان بيطلع جميل جدا تابع معايا الفيديو ما تنسونش في اللايك وكمان لو اول مرش في القناة اشتركوا فيها فعلوا الجرس علشان يوصل لكم اشعر بكل جديد في البداية كده هتستخدم طبق بلاستك علشان اشتغل فيه او استلس لكن ما تستخدمش الومنيا خالص وكمان بقى تستخدم الكوباية في كل المقادير بتكون موحدة لكن ما تغيرهاش يعني كل مقدار بتحطيه بتكون بنفس الكوباية علشان المقادير ما تبصش معاك وعلى حسب كمية الزيت اللي بتكون موجودة عندك بتستخدم بقى كوباية او مواجه كبير او فنجان زي المعيدة واول مقادير بتاعتنا بيكون كوبايتين من المية ممكن تستخدمها مية متلجة لو موجودة عندك او تحطها مية عادية خالص من الحنفية وبنفس الكوباية هنملاها هيدركسود السوديوم او البطاس احنا في مصر بنسميها بطاس انا حبيت اوريكم المادة دي من قريب خالص علشان تعرفش اكلها لان في ناس كتير اوه من كل الدول العربية بتدخل تسألنا على اسمها انا معرفش اسمها في الدول العربية بيكون ايه بالضبط الكوية او الهيدركسود السوديوم وهبدأ ان انا دوبة زي ما انت شايفين هنقلبها لحد ما تختيفي خالص في المية طبعا انا لمست المادة دي بايديه علشان لبسك جوانتي انت ما تلمساش خالص لو مش لبسك جوانتي علشان بتحرق الايد يعني لو فضل منها اشرا كده على ايدك وادك عرقت عليها او مبلولها نقطة مية هتحرق جلدك في المكان اللي بيكون موجودة فيها طبعا في البداية خالص قبل ما تشتغل في الصبون بيكون لبسك ماما وكمان لبسك جوانتي ويفتح الشباك وشغال الشفاط او يعني تكون في مكان جيد التهوية وبعد عنك ايه اطفال خالص هنا بقى ازيبها لحد ما تبرد براحتها وبعدين نرجع ونشتغل فيها ونشوف الخطوة اللي بعد كده انا هنا بقى بجهز العلب اللي احط فيها الصبون يعني بعد ما خلص كده الصبون هحتاج حاجة ان انا احطه فيها علشان يبقى معايا قطع الصبون هنا انا استخدمت علب اللبن او العصير المتاح عندك ممكن كمان تستخدمي كرتونة وفرش فيها كيس او مشمع علشان الصبون يلزقش فيها لكن العلب اللي انا باستخدمها دي مش محتاجة لان انا فرشها بكيس خالص لاني بكون متبطنة من جوا زي ما انت شايفين ممكن بقى تستخدمها علب عصير او علب حليب زي ما انت شايفة كده طبعا المتاح عندك انا استخدمت واحدة على قد الكيمياء الموجودة عندي وزي ما انت شايفين الصودة الكبية بتكون بردت معايا خالص هبدأ ان انا اشتغل فيها كل المقدير ادي كباية ودي التانية كده تلاتة اربعة خمسة ودي الستة سبعة كده تمام كبايات اي حاجة زيادة ما تحطاش علشان هتبوض معاك المقدير يعني اي نقطة زيت بتحطها زياد من النقطة دردة بتخلي الصبون يطلع معاك اما طرية اما يفصل زيت بعد ما ينشف كده تمام هبدأ ان انا نقلب زي ما انت شايفين ومع التقليب بتلاحظ لون الزيت بدأ يتغير ويتحول معانا للصبون ولو لقيت الصبون بيتطول معاك على ميتل او لونه يتغير كده بيكون الصدق كوية بتاعتك هي اللي منها يلعب بيكون مثلا مركونة عند اللي بيعها لك او ممكن تكون عندك بقلها فترة فمش مشكلة خالص استمر في التقليب لحد ما يبقى معاك الكوام مظبوط وزي كوام الكيكا بالزبط طبعا ممكن تستخدمها هند بلندر لو عندك هند بلندر طبعا انا كل مرة بحط السكر في البداية علشان ادهوبه قبل الصدق كوية على شامع انفعش نحطه في حبيبات في المرحلة اللي انتو شايفينها انا هنا حطيت سكر مطحون يعني اتحنته كده في الكبه بتاعت الخلاط علشان يدوب معايا اسرع مش حابة ان انت تتحنيه بالدهوبه في الاول في المياه قبل ما تنزله بالصدق كوية كده تمام بقلب لحده ما السكر يختفي معايا خالص وبعدا هنا بنزل بمعلقة من ملح اللمون لو موجود عندك مش موجود حط بداله معلقة من ملح الطعام بس الكمية يكون معلقة واحدة بس ما تزودش اكثر من كده لانه كل ما تقطر الملح بيقلل الروة بتاعت الصبون وكمان احط معلقة من الكربونات او الكربوناتو السوديوم وهبدأ ان انا اقلب شايفين الصبون بدأ يتقل معايا زي مجرد بس ما حطيت الملح اللمون والكربوناتو هتقلب في زي ما انت شايفة كده تايفين ما شاء الله الكوام الصبون تقل معايا ازاي وكمان حطيت عصير نص اللمونة يعني نقول كده معلقة كبيرة من عصير اللمون هو هنا بيقضى على اي ريحة مش كويسة في الزيت اللي احنا استخدمناه وكمان بيزود في النظافة وبعدا ان هقلب لحد ما اللمون يختفي معايا خالص وكمان المكون اللي بعد كده وهو نص كوباية بنفس كوباية اللي استخدمناه في المكونات من البريل او الصبون السايل اي ان كان نوع اللي موجود عندك حط نص كوباية ما تزودش اكثر من كده علشان ما بوضش معاك الصبون لو كترت كمية الصبون السايل وقلت لا اكتر بها علشان يخلي ريحته حلوة لان هو اصلا بيكون ريحته كويسة جدا وكمان يخلي معايا الصبون كتير لا هيبوضك الصبون وحتى لو الصبون نشف الصبون هتبقى معاك من قلبها طرية ومش هتنشف معاك خالص يعني اي اضافات بتحطها في الصبون تكون حزرة ومتكترها زيادة عن اللازم شايفين مع التقليب لون الصبون اختفي معايا خالص وده قوم الصبون ما شاء الله تقل جدا وانا هنا قررت ان انا ناون الصبون للونين النهاردة طبعا انت مش مضطرة خلص ان انت تلوني انا علشان التصوير لازم اعمل شكل كويس كده للصبون فانا عندي لون اللي هو لون الشوكولاتة او لون الكاكاو بس الده طبعا بيكون مركز جدا ولونه غامي او فهيبقى معايا في الصبون اما انت بقى لو عندك الوان طعام عادية عمرها ما هتبقى معاك في الصبون بالزيادة الصبون القطع اللي انت شايفة الصبون القطع ده ما هما حطتي فيه الوان من الوان طعام بتختي فيه كل ما تقلب كل ما تختفي ولما توفر عندك الوام ميكا استخدوسها عادة خالص هتديك اللون اللي انت عايزة بيكون الوان مخصصة للصبون اما الوان الطعام لا ما نصحكش ان انت استخدميه لو عندك لون شوكولاتة زي ده استخدميه وبعدن انزل بالعاجينة عجينة اي لا ده كيكة دي كيكة لا مش كيكة ده صبون نزلت بالنص اللي انا لونت بالشوكولاتة واحطته في كيس من بتاع التلاجة علشان يعني اعرف اتحكم فيه كويس كده وانا بحطه في العلبة لان انا عندي العلبة الحلق بتاعها دي فيواقع من الصابون لان الصابون قومي تقل زي ما انتم شايفين لكن لو كان سيل شوية كان هيبقى سهل معايا كده عبيت اللي هو باللون الغامق ده او اللون البني وبعدين هجيب كيس وحطه فيه باقي كمية الصابون وزي ما انتم ملاحظين ان الصابون كل ما بنقعد شوية وبنتأخر عليه بيبدأ قومي يتقل معنا عشان كده نحطته في الاكياس وبعدين بقى ربط طرف في الكيس وهبدأ اجيب المص واقطع الطرف بتاع الكيس كده زي ما انتم شايفين وانزل شوية من اللون ده شوية من اللون ده زي ما تكون بتعملي كيكة بالزبط طبعا لو انت عندك الكارتونة بتكون اللي هي واسعة ومفروضة شوية هتكون احسن بكتير تقدر تعملها زي ما تكون بتعملي كيكة بالزبط وهتتحكم في الالوان زي ما انت عايزة واتطلع معكها شكلها احلب كتير لو لاحظتوا ان انا النهاردة ما حطتش دقيق في الصابون خالص لان في ناس بتبقى تسألني كتير في الكومنتات ويقولوا لازم يعني نحط دقيق فبقى قريك يعني ان الصابون ممكن يتعمل من غير دقيق خالص وبعدين بقى بغبط الصابون كده على رخامة علشان لو في اي فرغات تحت تتميل معي والصابون يتلع شكله مزبوط في النهاية وبعدين بقى جبت خلة زي ما انت شايفين وفضل تدخله وخرجه كده في الصابون علشان تخلي اللونين كده يتدخله مع بعض او يعمل كده يعني نقط كده بين الصابون او اللون البن مع اللون اللي هو الفاتح الابيض وبعدين بنسيبه لحد ما انشف طبعا ممكن الصابون ينشف معك بعد ساعتين ممكن بعد 4 ساعات او على اخر اليوم وممكن كمان يفضل معك لتاني يوم ما تقلقاش خالص وسبب راحته لحد ما انشف ويبقى معك الصابون جميل جدا كده كده احنا مش هنستخدمه غير بعد 40 يوم او 45 يوم علشان الصودة يكون بردت وبقت هادية كده على قدينا ودلوقت بقى بابدأ ان انا قطع الصابون زي ما انت شايفين طبعا بتقطعي الحجم اللي انت عايزها انا عملت كده الصابونة ما شاء الله حجمها حلو علشان بحب الصابونة تكون كبيرة الشوية الزيت اللي اننا استخدمتهم النهاردة قليلين جدا وعملوا معايا 6 قطع من الصابون بالجمال اللي انتو شايفينه ده طبعا حب اقولكو كده في النهاية لو عجبكم الفيديو او بتعجبكم وصفاتي ما تنسونش في كومنت جميل كده وكمان تعملوا لايك للفيديو ولو اول مرة شوفوا القناة اشتركوا فيها وفعلوا الجرس واضغطوا على كلمة الكل علشان يوصل لكم اشعار بكل الجديد